إليكم مشاهدين هذا الخبر العاجل وجه رئيس المصري عبدالفتاح السيسي بضمان العودة الأمنة للمصريين من السودان وكذا توفير ما يلزم من خدمات إغاثية وطبية وغذائية في المعابر البرية بين مصر والسودان وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به مصر حكومة وشعبا في الوقوف بجانب الشعب السوداني في الأزمة الراهنة التي يمر بها بالإضافة إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها للدفع في اتجاه التوصل لحل سلمي للأزمة يعيد الأمن والاستقرار للسودان وبحسب ما صرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي فأن ذلك يأتي في إطار المتابعة المستمرة لعملية إجلاء المواطنين المصريين من السودان حيث عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس المخابرات العامة ووزير الداخلية ووزير النقل وصرح المتحدث بأن الرئيس المصري طلع خلال اجتماع على مستجدات عملية إجلاء المواطنين المصريين من السودان وتسهيل عودتهم لأرض الوطن دون عوائق كما تم عرض الجهود المكثفة التي تقوم بها أجهزة الدولة لتنظيم عملية التوافد إلى مصر من السودان عبر المعابر الحدودية بين البلدين سواء من المواطنين المصريين أو الأشقاء السودانيين أو في إطار المساعدة في إجلاء رعاية عدد من مختلف دول العالم اشتركوا في القناة